تزكيات خطر نظرية تنازم تكون ثم تزكيات ما تستجيب للشروط معناها يكون ناخب زكة ما ترشح ماوش في الدايرة اللي هو ولا واحد ما عندوش عندو مانع من موانع الترشح الاخيري معناها ثم شروط اخرى بشوق على التثبت فيه معناها كارقام بالعكس احنا كمؤشر بالعكس احنا كهيتفاجأنا به في الواقع كنتو تنتظروا اقل من ايه على خاطر انتي كتشوف الشرط متاع الاربعمائة اربعمائة تسكير متين امرأة وتناصف ومتين رجل وخمسة وعشر في المئة شباب تحسوا كأنو في الواقع الاولى شرط صعب كتشوف رقم انتي من اربعتاش اكتوبر الى غاية اربعتاش اكتوبر ثلاثمية وستة وعشرين الف تعريف بالامضة قامت بيه اري الهيئة واحدة بخلاف تعالي البلدية ضم معناها مؤشر بتاع مؤشر بتاع اني بشكلتها ببرشة ترشوحات تنتظروا انو الوتيرة بجديد من هوني الاربع عشرين اكتوبر لا مؤكد خاصة انو في الايام الاخيرة تو احنا حاليا عنا الف وسبعمائة وخمسة مترشح محتمل باعتبارها ضم الاسماء اللي وردت في الدفاتر ومش هم يعملوا في عملية حسابية 364 الف على اربعمائة موش ساحة مش هيكيك العملية احنا الهيئة اللي جات للدفاتر متاعنا في اسماء المترشحين المحتملين الف وسبعمائة وخمسة بحسب عدد التزكيات اللي صارت بتبع الحال واطلقتها الهيئة معناها كارقام في الواقع مؤشر واني بشكون ثم برشة ترشوحات لكن الاصعوبة الوحيدة في الواقع اللي احنا شعرين بها واكدناها حتى من الولية مثلا بتاع الخيرج ايش كالية غادر اربعمائة تزكية في الواقع كانت صعبة بالنسبة لخيرج نعرفه 46 دولة في العالم في خمسة قارات في البعد الجغرافي في ثم دوايا الانتخابية يمكن العدد مهوش كبير متاع الناخبين وكم يتزوجس خمسة مئة صعبة اي شلو الحل اللي لقيتوه الى الان ما لقيتوش الحال ما فماش حل هو نظرين احنا النص القانوني هو الحط اربعمائة تزكية هذية في الداخل انا من اكد ما ثم حتى اشكال وكل الدواري مش كفها مترشحين ثم حتى اشكال فقط في الخارج راه نظرين جايزين هل ننتظر سيد محمد تلماء هل ننتظر تعديل القانون الانتخابي للخارج فقط عاديل قانون الانتخاب يصبح بالماثل غير قانون لا للغاية حسيم الامر بما انه انطلقت مرحلة تقديم الترشحات هو حتى حتى من اقبله حتى وكأنه الرئيس استجاب نوعا ما لطلب اكدنا من الول في الواقع اكدنا من الول المساطقة على الرزنامة بعد المساطقة على الرزنامة والبدأ في تنفيذها راه من الافضل عدم المساس وذا اكدناه حتى من الول خاصة الهيئة قامت بالتكوين وقامت بقارة ترتيبه صدرته وقادرت وكذلك بالشروط ودليل الترشحات اصبحها من الماضي الحديث في الواقع عن تعديل وفيما يخص تسكية في الخارج اللي هي الى اليوم عاملة الاشكاة يمكن التخلي عن التسكية؟ لا اذا نظرين ثم دوائر في الخارج ما فيهاش ترشحات باش تكون ثم انتخابات جزئية بعد معناها وقتها ينجموا يخموا في تنقيح القانون الانتخابي بالحط من ربما عدد تسكيات لكن الان نحن بسرد تنفيذ القانون الحالي اذا كان ثم ترشحات في الدوائر مثلا ماشي اشكال اي دائرة تبقى ناقصة ترشحات بعد انتخابات جزئية يوقع بعد انتخابات جزئية للانتخابات تشعير وهو كذلك تصير انتخابات جزئية بعد هذي متوقع نظرا للدوائر في الخارج متوقع في الخارج متوقع ان تكون ثم دوائر ما فيهاش مترشحين بسبب خاصة الشرط متع التسكيات الاربع ميل اللي هو صعب في الخارج وهذا نحن نشعرين به كهيئة ترجمة نانسي قنقر